الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من صار على منواله إلى يوم الدين وبعده فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله العزيز المنان فإن التقوى جماء الخير كله قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل الأظيم وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسل ويقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم انتق الله حيث ما كنت إلى غير ذلك من النصوص التنذيلي القرآنية الصماوية الربانية التي تدل جلالة قاطعة جلية واضعة على أحمية التقوى في كل حال في كل فلتة وفي كل لتة إلا أن خطبتي اليوم عباد الله تتكلم وتتمحور وتدور حول مفهوم العبادة كثير من الناس يخطئوا في فهم العبادة يظن البعض مننا أن العبادة فقط أن أصلي الصلاوات الخمس إذا خرجت من المسجد في مكان عمري أفعل كما أشاء ليس هناك مراقبة رباني هذا خطب ويرى أنه ليس هناك عبادة في معاملة لماء زوجته وأولاد وجيرانه هذا خطب ويرى أن العبادة فقط في رمضان إذا جاء رمضان تراه في المسجد يسوم ويأتي إلى التراويه إن شاء الله هو فقط رمضاني وليس هو رباني إذا صلخ رمضان يرود إلى ما كان إلي من الأحوال الباطلة اللامسلولية وها أنا جئت لأبين وأكرر وأدند أن الإبادة لها مفهوم واصع وشامي ومستغرق وجامي بدليل قوله تعالى كما في سورة الذاريات وما خلقت الجنة والإنسة إلا ليعبدوه ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق والقوة المتينة إذا فهمنا أن الإبادة لها مفهوم عام لها مفهوم شامل لها مفهوم غير قليل لذلك ينبغي أن ندرك هذا ولكن ما هي الإبادة الإبادة قال العلماء اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى وإرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة إذا كلامك عبادة لذلك قال تعالى وقولوا للناس إيش حصنا وهرم الكذير لأن اللسانة يتعبت والعين تعبت والأذن كذلك تعبت وكذلك اليدان وكذلك الرجلان إذن العبادة شاملة ليست مقصورة على التوهيد فقط ولا على الصلاة ولا على الزكاة ولا على الزم ولا على الحاج نعم هذه الأشياء تسمى بالشآئر التعبدية الشآئر التعبدية ولكن لك حينما تخرج من بيتك عبادة دخولك في المحض عبادة أخلك للطعام عبادة المشج في الطريق عبادة التعلم عبادة صوت الصيارة عبادة دواليك 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 بدل هذه الآية لأن الذي أدرك وفهم خطن أن العبادة مقصورة محصورة في ذلك الأشياء ولكنه تعالى قال وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَمْدُونَ إذا ضمنت أن العبادة فقط في المسجد ثم خرجت من المسجد أنت بارك المخلوق أليس كذلك؟ في بيتك أنت المخلوق والله يقول وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ أنت المخلوق ولكنك تظن أن العبادة فقط في المسجد لا عبادة في الشارع ولا في الطريق هذا خطأ فاتح لذلك لما ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأصابه وفي بب أحدكم صدق أنه يستغر وتعجب أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهَوَتَهُ وَتُبْلَأْتِهُ قَالَ نَا أَرَأَيْتُمْ إِنْ وَضَاهْفِي حَرَامُ أَلَيْهُ وِزْرِ إِذَنْ إِذَا جَاءَ الْإِنْسَانُ إِلَى زَوْجَتِهِ وجامعها على الطريق الإسلامي النبوي الصني القرآني الصماوي لا شب ولا خرب فالأجر محجوب نعم إذا جعلت الطعام في فمك بنية شكل العالمين الأجر محجوب لك إذا خرجت من البيت ودعوت الله اللهم يأوذ بك أن أظل أو أظل أو أظل إلى آخر الدعاء لك أجر العبادة إذا جعلت الثيابة ودعوت الله لك أجر العبادة حتى الانتخاب العام والخاص فالناس يظهرون إلى سنواتيق الاختراق لانتخاب الرؤساء والممثلين والنواء فإذا انتحدت رجلا بنية أن يعبد الله رب العالمين إن لك أجر العبادة إذا يجب أن نفهم ذلك أن العبادة في الإسلام لها معاني شاملة مستغرق مستوعبة موصوعية ولا يجد لأي بكر وزيد أن يحصر بالعيادة في أشياء التعبدية في الصلاة فقط وفي التوهيد فقط لا 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 فالعبادة موجودة في كل شيء حتى في معاملتك مع الدواء عندك قط في البيت لابد أن تعامل القط والحر بلطف ورحمة وشفافية ويقين حتى لو كان الإسلام كاف تعامله معاملة لأن معاملتك هي التي تشير إليه إلى أن الإسلام هو الدين الحقيقي أما إذا كنت خطبان وكنت يعني رجل أناني كيف هو الإسلام كيف لذلك ينبغي أن ندرك هذا بعد هذا يجب أن نعلم أن العبادة لها شروط ثلاثة أن العبادة لها كم شروط ثلاثة الشب الأول الأمر المسبقي لابد لكل إبادة أن يكون هناك أمر قاطع جليل واضح فإذا عبدت الله رب العالمين بغير دليل فهذه الإبادة تقرح باء منظورة جئنا لصلاة الجمع هل هناك ذلك؟ نعم نعم عندنا دليل يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلَاةِ من يوم الجمعةة فَاسْعُوا إلى ذِكِرِ اللَّهِ وَضَلْبِيِينَ إِذَا هذا دليل عندنا دليل في القرآن وفي الصنة والنبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعات مع الصحاب إذن عندنا الدليل القاطع الشرق الأول لكل إبادة أن يكون عندك دليل عندك برهان عندك حجة في القرآن الكريم وفي الأحاديث النبوية الثابتة الصحية الله تعالى أمرنا بالحج قال تعالى وَأَظِّمْ فِي الْنَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوْكَ رِجَلًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ أَمِيقٍ فُرَطِ الحج إذن الأمر بالحج إذن نادلين قال تعالى وَأَتُمُّوا الْحَجَّ لِعُمْرَةَ لله إذن الحج للعمرة عندنا نادلين الصلاة أقيم الصلاة وات الزكاة عندنا نادلين ثم نصلي كما أمر النبي لأنه قال في حديث في صحيح البخاري حديث مالك ابن الحويرس صلوا كما رأيتمني فصلوا إذن الشرق الأول لكل إبادة أن يكون هناك دي وأن هناك أمر وأن هناك درهان وإلا لا ولم يكون إبادة ليس هناك أجل لأن الإبادة كما قال العلماء توقيفية العبادة توقيفية معنا ذلك لا يأتيك أهدل أي بكر أو زيت يأتيك بالشيء من جيبه ولا قدم صوته ولا جيب لا لابد للإبادة أن تكون مشروطا هذا هو الأول ثانيا لابد لكل إبادة أن تكون على الصدن النبوية شرق الثاني لأنك يجب أن يكون النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو لك القدوة لقد كان لكم في رسول الله أسوة أو إسوة في قراءة حسن إذن هو أسوتنا هو قدوتنا في الجمعات وفي الفرائل وفي السياء كيف كان يسو كيف كيف كان يفطي كيف كان يتصحر كيف كان يتكلم كيف كان يتزوج كيف يتكثيرا يجب أن يكون النبي لنا هو القدوة هو المتبع هو القائم والمصدر لأن من ترك أمر النبي يقع في هو يقع في فتنة يقع في مصيبة لأنه أرسله الله تبارك وتعالى بالهدى ودين الحق بالهدى ودين الحق إذن لشلق الثاني بعد الأمر أن تكون العبادة مركزة الاتباع النبي إذا جئت بشيء من عندك لن يكون مقبولا لو جاء رجل وقال أصلي الجمعة ثلاث ركعات مقبولا غير مقبولا لو جاء رجل وقال طيب 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 أنا أطوف بالكعبة عشر مرات الطواف كم؟ صباح طواف لا تكون مقبولا عليه سكذا لو جاء رجل وقال أنا أصوم أبدأ السيام رمضان من الصاء التاسعة صباحا في المقبول لو جاء إنسان وقال أنا أصلي وأجعل يدي هكذا على رأسي لا تكون مقبولا لابد أن تكون العبادة موقوفة على اتباء النبي محمد صلوة رب وصلاة عليه بأبي وأمي أنت يا رسول الله بأبي وأمي أنت يا رسول الله لابد من اتباء دين النبي محمد أخباره من عمال البتاء آخاره كما قال الإمام أحمد بن حمد لذلك هذا الشرط مهم جدا اتباء النبي وإلا كانت العبادة مطروكة لصاحبها الشرط الثالث لابد من الإخلاص لأن الإنسان إذا عبد الله رب العالمين رياء وصمأة يريد الناس أن يروه ليس له حظ من عبادته إلا مرحو الناس الناس مرحو كاس انتخب لا شاء لك إلا الله رب العالمي إذا لابد من إخلاص قال تعالى وما أمر إلا ليعبد الله مخلص لهم قال تعالى ألا لله الدين الخالص قال تعالى فعبد الله مخلصا لهم الدين نصو ويقول الإمام حصن البصري رحمة الله عليه الإخلاص ما كان في قليل إلا كفر ولا في يسير إلا بارك لذلك هذه الشروط لا بد منها عولا الأمن ثانيا إجبار السنة ثالثا الإخلاص بدليل قوله تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أجيكم أحصر عمل وهو العزيز الغفور انظر العزيز الغفور سفتان كريمتان أغيمتان جليلتان موقرتان صمويتان العزيز والغفور عنده العسة وعنده المغفرة هو ربنا وخالقنا وربنا ومالكنا ومعبودنا قال الإمام الإياط أيكم أحصر عمل قال أيكم أخلص وأصور كل عمل ليس في إخلاص مرضود على صاحبه ثم إن كل عمل ليس على السنة أيضا مرضود على صاحبه هذه الشرق الإبادة إباد الله ويجب على كل منا أن يتفقف في فقه الإبادة حتى تكون إبادته على النحو الذي يحبه أو يحبها ربنا الله رب العالمين أسألوا تبارك وتعالى أن يمن علينا بالتوفيق والصداد والعلم النافع والعمل والصداد إنه ولذلك والقادر عليه وقبل أن أجلس وقبل أن أجلس لأن تقل إلى الطرف الثاني بالخطبة أقول فأقول إباد الله إن الإبادة هي السياج الواقع سمع السياج الواقع لكل مؤمن لأن الذي يعبد الله رب العالمين إن الشيطان لا يقتربه لأن له وقايا أكيد إن الذي يصور فالصوم يمنعك من الشهوات الصيام يمنعك من الشهوات لأن إنك جوع ليس إنك شهوات النساء أطعب الشراب إلى الوقت الذي أمرك الله أن تأكل وأتم الصيام إلى الليل إلى الليل إذن نبدأ الصيام من طلوء الفجر إلى غروب الشمس من بدأ صيامه قبل هذين الوقتين فصيامه مدد عليه غير مقبول لا طائل جهت أقول إن الإبادة تمرك من الشيطان إن الإبادة تكسبك نورا في وجهك إن الإبادة تطعر قلبك إن الإبادة الحقيقية تقربك إلى الله رب العالمين إن الإبادة الربانية السماوية الحقيقية السنية تجعلك والله محبوبا حتى إن الخلائق فاليصار التقي يحب بالناس أما الفاجر شرب الخل والسفل 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 فالناس يبقى هذا أمر تلقائي هذا أمر طبيعي إذن يجب أن نكون إبادة الله وكونوا إبادة الله إخوانا وبهذا الصدد يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما في هديث أبي هريرة إن البخاري المسلم هو هديث متفق عليه إياكم والثن فإن الظن أكثر الحديث ثم قال ولا تخصصوا ولا تجسسوا ولا تحاسبوا ولا تدابوا ولا تباغوا وكونوا إبادة الله إخوانا صلى الله عليك يا رصيب الله ونسأله تبارك وتبعالا أن يجمعنا وإياه في جنات ونحر في مقعد صرق عند ملك المقتدل يوم لا ينفع مال ولا بن إلا من أتى الله بقلب صليم أسأله تبارك وتعالا أن يمن علينا بفضائله وكراماته وأطفه خصوصا في هذا الشهر الكريم شهر القرآن شهر الطاعة شهر الإنفاء شهر الرعمة شهر الأخوة شهر الأمانة إلى غير ذلك من النؤوط الطيبة لهذا الشهر الكريم الذي أقر له إياه فينبغي لكل مننا ألا يثوت على نفسه الفوص في مضاق الأخي وبهذا الصبر يقول الإيمان الصبر القرني إن كل من رزق ستة أشياء لم يغرم ستة أشياء ألا أريد أن ألهق هذه الزيادة بالخطبة حتى تأمل فائدة إن كل من رزق الاستغفار لا يغرم المغفرة قال تعالى فقلت استغفر لكم إنه كان غفار يرسل السماء عليكم مدرارة ويمجدكم بأموال مبني ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنعارة ما لكم لا تلتون لله وقار وأدخل بهم أطوار إذن من أطي الاستغفار لم يهرم المغفرة ثانيا من أطي التوبة لم يهرم القبول قال تعالى وهو الذي يقبل توبة عن عباده ويا فؤل السيئان وإنما تكسبوه في سورة الشورة ثالثا من رزق الدعاء لم يهرم الإجابة قال تعالى وقال لربكم ادعوني أستجملكم استجملكم الدعاء في الجمعة الدعاء في السجور الدعاء إذا الفطور الدعاء إذا الغروب مناسبا الدعاء عند شرب ماء الزمزم ماء الزمزم لماذا شرب له رابعا من رزق من رزق الإنفاء لم يهرم الخلف وما تنفق من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلموا سادسا من رزق التوكل لم يهرم الكفاية قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حصه إن الله بارب أمره قد جعل الله لكل شيء من قدر بارك الله لي ولكم في القرآن ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ووفقني وإياكم إلى فهم الكتاب والسنة وعلى فهم صلاة الأمة إنه وليذالك والقدر عليه استغفر الله إنه هو الغفور وديكي آيكا تقومي ووفقني وإياكم ونفعني ولا تطنيع لا تطنيع ومن إيماني باع بمودع جانجة أسشي جل جلال ماهل الجنم الله تسكين نعم ونبه الله من إلا سلام يطبيع بطريقة بفرشي أكيفان أكبرك كسوسة حي يعين أني كن د metalaka جستو كسي 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 كساء بندي عباكي أستمرها إذا كان يعرفه أفهم العصير والله من 내가أسه أنت تعلم تلك المعرفة التي تريدها كما تريدها أعلم تلك الأرض الله يبقى الله يبقى و يبقى أن تكون مصر من عدم الله يبقى أن يكون مصر أنت تكون مصر اشتركوا في القناة 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 ونبالعب سيحصل سيحصل الى هذين يحصل والمصر اللي ينجي الله شيني صلى يرغل النار بنيش وقالشي الله أكبر الله شيني بقومي جرمان إن يكو قوة جرمان وقتكو كوهس وكشي ويا كنا كان صلى وقالشي ميزيك ميزيك كده نفسك كما صلى إنه جرمان الله كان صلا 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 هل هذه الضكرة فإذا كان يود أن يضعوا من أسا هل أقول أنه ليست فإذا كان كان يوجد كذلك سأقول إن لم تكن تراغ فإنه يرى هم أقول أن يوجد فشوف يلك إبادة أن الله سوف يرح لا يتعرض لهم الله يناس يجرب أن سؤال من يهم لدينا اتخابه إذا فهل تعطينا نصح يكون هناك يسرح لكم ليس بط mille ولطنعنا 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 طيرا تتخلائنا كلها تتخلائنا يتخلائنا سيكون يبت على حمد اشتركوا في القناة 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 كلا تعالى سورة النساء صحيح تكون لديه بابا ما لديه و الله تعالى لك تكون لديه من النساء ونحن كم اتحاول فتن اتحاول ونحن اتحاول ونحن نتحاول ونحن نتحاول من نتحاول يذكر لا الإله الإله إلي yogh يذكر لا العباء والله 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 كان بل كان من خيلي كان بلي بعيد lanes لذاكورنا نسبتي مع صدق المشّحار الضالة لديه مهدا ضع دقي القطر ذكريرو مسلمي بدأ ما مصلبي الناس تشعر مشرمي uniform يبتو ساب particles ولا يوجد شجا سمت رغم كما تقول لهم صعبة ما تقول لهم؟ يقول لهم مصابه يقول لهم كيف تقول لهم يقول لهم يقول لهم كيف تقول لهم الشيء المسلمين إذا نخطي أتعلم الله سأتعلم لك مثل ما أعو تقول كما هذا يقول لهم هل يقول لهم؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أنت تتقرر من الدعا النصفية والمتزر من الجنة وكما يفعل من الدعا كبيرا إنه قد يكون لكن يكون مباشرة وما ينفق عن الحوى إنه إلا وحي دعا ألا وحي دعا يا أم سلم الله يحب أن تكون الجنود مُتعجبة سرسولة كما تكون الجنود فأيما ما يقولون الجنود المسلمين سرسولة فأيما تقولون أنا دوافيدة أنا أزميدة أشاروه سماء لتطلع الله إنسان شاروة ستبهون مسلم كما تسجعب أنت بأيما بأيما فأيما تسرسولة إذا متعذيب سبوتا ما ألابا بشيء أكنا بوتا ما لن تسل والله إن متعذيب الجنوس كيبوتا ما ألابا تواللهي كازانا بوتا ما ألابا إنه سوء وإن من شير إلا سبحاندي ولكن باو كومي لكساني ينم ألابا تسلق واللهي تالله أشيء أكنا بوتا ما ألابا كنت ألالت تولي لك باللخطوة أشيء أكنا بوتا ما كنت أليسا أحوالل أشيء أخواتكم أجعل الأخ supernatural أشيء أخوة أكنا بأس الله السلام عليكم أخوة أجعل الأخوة أخوة أولا أ معدوما أجعل دون أنت أخوة أشيء أخوة أجعل الأخوة ترجمة نحن الله وحن يجب أن تصرف دائمها على ذلك ولكن ترجمة نفسها قراء عن حادث أن يكون إلا أخذ إما دائمك تنقذ منكم تحرك لنا ما الذي فيقبه؟ أصلاّي أنك صلى الله عليه الصلاة ش毫ل الذي سيكونتي اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر قنقر نانسي قنقر